بسم الاب والابن والروحة القدس الاله الواحد امين بركة كبيرة ان انا اجي للكنيسة الحلوة بتاعتكم كنيسة حلوة قوي يعني مش عارف اقول ايه غير انها يعني حلوة طبعا هي حلوة اولا عشان بيت ربنا لقى ان اي بيت لربنا هو حلو لكن اكيد برضو ليها كده شكل حلو خالص الحقيقة انا يعني ما كنتش مرتب هتكلم في ايه وربنا العالم لغاية ما دخلت الكنيسة هنا ما كنتش عارف اتكلم فيه فاخدت كرسي على ركن كده قلت يا رب ببعت اي حاجة يعني اي حاجة اتكلم فيها معاكم انا عاوز اتكلم معاكم على موضوع كده ايه جت في سفر اشعية الاصحاح الاربعين الاية دي بتقول ايه بتقول ارفعوا عيونكم الى العلاء ارفعوا عيونكم الى العلاء يعني ايه يعني لازم ترفع عينك العين عاملة زي عدسة الكاميرا ومدام تفتحت هتبص هتبص وهتلقط هتلقط وهتخزن هتخز والعين ما عندهاش غير two options يتبص الفوق يتبص التحت تعالوا نبتدي بالعكس ربنا يبيديني نصيحة بيقول لي ارفع عينك لفوق طيب لو عيني ما كانتش مرفوعة لفوق وكانت بص التحت العين لما تبص التحت تشوف ايه تشوف ايه ويحصل ايه العين لما تبص التحت تقع في خطايا كتير قوي اول خطايا لما عيني تنزل من على ربنا للارض هتقع عيني في خطايا اسمها خطية الغيرة والحسد ما انا شايف ان انت عندك وانا ما عنديش وشايف ان ربنا مديك كل حاجة وانا ما فيش فبدخل في مقارنة المقارنة دي تدخلني في غيرة والاسوأ من الغيرة الحسد الكلام ده حصل مع مين ياريت مع واحد فقير ده حصل مع واحد غني وكان ملك على بني اسرائيل اسمه اخاب وبالرغم ان كان عنده بيت وبيت الملك مزي اي بيت لكن لما خرج وتمشى ولقى ان في بيت جنبه بتاع واحد اسمه نبوت اليازرعيلي قال لك طب ليه البيت ما ينضمش على البيت وانشيل الصور اللي بين البيت والبيت والمساحة تبقى كبيرة دخلته غيرة دخلوا حسد اش معنى هو بيته فيه جنينة كبيرة وانا ملك وبيتي مش قد بيته او جنينتي مش قد جنينته وانتو عارفين بقية الحكاية انه تغم جدا لان ملك اسرائيل نزلت عينه من فوق لتحت ولما نزلت عينه من فوق لتحت يعني وقع في خطية حسد وغيرة وانتو عارفين بقية القصة ان امراته عملت مكيدة وبعد ما عملت مكيدة قتلوا الراجل المسكين وجابوا شهود زور عشان ياخدوا الارض بتاعته هي العين كده العين لما تبص لتحت تعمل ايه تغير وتحسد تغير وتحسد تغير وتحسد زي لابان لابان كان خال مين خال يعقوب لما لقى يعقوب ان ربنا بيدله بركة في الغنم المنقط انتو عارفين الفكرة كان هو قال له الديني فقال له كل غنم من قطة تبقى بتاعتي والغنم السادة بتاعتك انت فربنا مارك ليعقوب فالغنم المنقط اللي هو المفروض يكون اقل في اي قطع من الغنمان بقى اكتر مين اللي غار لانه بص والعين لما تنزل من على ربنا للارض لازم هتقع في حرب اسمها حرب الغيرة وحرب الحسد ايش معنى انتو عارفين المسأل المصري مش عارف فاكرينه ولا لا يقولك ايه يدي الحلق يعني ايه دي الحلق للبالة ودان يعني سبحان الله وداني اهم دلدلة على كتفي مفيش حفردة حلق حطها ووحدة وادنها مقطوعة يطلع لها في البخت حلق لا لا دي مشكلة مين مشكلة اللي ايه العين فالعين لما تنزل لتحت للأسف تغير ولما العين بتنزل لتحت وتغير حتى التلاميذ حتى التلاميذ القدسين وقعوا في الحرب دي غيرة غيرة كانوا يغيروا ان يوحن قعد جنبه وبعدين يسألوا المسيح سؤال يقول له عاوزين يسألك السؤال لما تيجي بقى في مجدك كده وفي ملكوتك وتبقى ملك الحتة اللي تحت دي مين هيقعد علي مينك ومين هيقعد علي شمالك قوع يعني يكون عندك حد حساب بنغير 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 لما عنينا تنزل لتحت نغير دي حتى مشهورة قوي مشهورة قوي ان ده انتوا عارفين ان لما احد بيبصت ده انا هقول لكم على حكاية كده فاني كده في تقيقة واحدة بنت من بناء السنوي دخلت عندي بتعترف بتقول لي هفونا انه بعترف غلط قلت لها لا يا حبيب بتعترف انت بتكروتني قلت لها لا ما بتكروتنيش قالت لي طب شمعنا كل البنات بيعود روبع ساعة وانا بعت خمس دقايق قلت لها هما بيعود روبع ساعة وانت بتعود خمس دقايق قالت لي لا ما انا قعد برا متغزى منهم قلت لها متغزى لقيت لغيرانا لحسن تكون انت بتحبهم اكتر ما بتحبني فبتديهم وقت اكتر ما بتدين انا وقت على مستوى سنها وعلى مستوى طفولتها عدتها لكن الفكرة فكرة ايه لما الواحد بيبص يحصل له ايه يغير هحكي لكم حكاية تانية على اب راهب كان عنده قلاية وعنده قلاية ورجل كبير قوي فجابوله قلاية اقرب من الدير فبقت فيه قلاية بعيدة وفيه قلاية ايه قريبة فهو سكن في القريبة وسابل بعيدة في يوم الايام الجم وقالوله ده فيه راهب جديد في الدير ومش لقيله مكان قال لهم المحبة يعني انا عندي يعني ياخد القلاية بتاعتي هو شاب ياخد القلاية البعيد الراهب الجديد الشاب ده اخد القلاية الايه البعيد بس ابونا الشاب الجديد ده كان ربنا مديله مواهب ان يقول كلام طيب يطيب بالناس يشفي حد عيان شهر اتنين تلاتة الراهب الجديد بقت الناس تجيله طوابير زيارات طوابير زيارات الراهب القديم اللي قاعد في الدير سمع الحكاية عشان بص على الارض وما بصش على السماء ده خلته حرب الايه الغيرة فقال يانها ربيض الراهب بتاعه اول امبارح واحنا بقلنا اربعين سنة رهبانة في الدير وده اول امبارح ييجي وكل دي طوابير فرح جاب التلميذ بتاعه قال له تروح للراهب اللي هناك وتقول له معلمي عاوز القلاية بتاعته شوف له حتة تانية ياه راهب يتحارب الحرب دي ده الكلام ده كان زمان يعني في القرن الخامس الميلادي او سدس الميلادي لكن هي حرب لو الانسان بصل تحت ونزل عينيه من على السماء يقع في حرب الغيرة وتلاقي يا خبرة بيض ده ممكن ممكن اتنين خدام في فصل واحد بدل ما هم اللي اتنين يبصوا للمسيح اللي عاوزين يوصلوا للولاد يبتدي يبص كل واحد شعبيته بين الولاد قد ايه فتلاقي فيه خادمة بتغير من خادمة ليه البنات اول ما بتيجي ميس اماني ميس اماني جات ميس اماني جات وتشعبطوا زقرود الجبلية على كتافها وعلى بطنها وبتاعوا يلعبوها وتلعبوها ويزغزغوها وتزغزغهم طب وانا ميس رانية اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اهولهم بقى ولا اخسلهم والشوهم انا مش عارف اعمل ايه اعمل ايه شوية شوية تلاقيها جوها ايه دخلتها حرب الغيرة ليه دخلتها حرب الغيرة لانها بصت لتحت الكلام ده ينطبق علي وعليكم وعلى كل واحد وعشان كده هاي تفكركم بالآية بتاعة أشعية يا ربعين بتقول ارفعوا عيونكم إلى إيه العلاء خلي عينك مع ربنا لأن عينك لو نزلت تحت غصبا عنك غصبا عنك هتقع في حرب اسم حرب إيه الغيرة والحسد طيب النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده طيب إيه تاني يحصل لو الناس أو الواحد عينه نزلت من فوق لتحت إيه اللي ممكن يحصل تاني حرب أن العين تقع في خطية الشهوة بقول لك ارفع عينك للعلاء خلي عينك لفوق لأنك لو نزلت عينك لتحت مش هتحسد وتغيره مثلا ده انت هتقع في خطايا زي خطايا الشهوة آدم وحوى أكتر اتنين ينطبق عليهم الكلام ده ولكنوا في الفردوس وعينهم مع ربنا على طول لغات لما جيه عدو الخير ولهم نزلوا عنيكم كده نزلوا عنيكم من فوق وبصوا على الشجرة دي فأول ما بصت حوى على الشجرة دي قالت ايه؟ قالت وجدت ان الصمرة باهجة للعيون شاهية للنظر اشتهتها بأنيها اشتهتها بأنيها مرة فيه ولد بتاع تفاح في مصر كده عارفين تفاح الامريكاني ده بتاعكو؟ عاملوا هرم على عربية وجاي بفوتة صفرة من بتاعة العربيات ويمسك تفاحاية تفاحاية عارفين الناس اللي تنظر في نظرات ويفضل يلمع فيها فهو بيعترف عندي يعني بتاع البنتفاح ده بيعترف عندي فانا مرة عديت سلمت عليه قلت له كفاية انتهرت التفاح من بابت هزر معايا فتحت شباك بقوله انتهرت التفاح من كتر ايه؟ من كتر ما بيتلمعه فهو شاور لي فكانت رح جاب لي تفاحا قال لي أرجوك يا ابونا ما تكسفنيش الولد عنده محبة فأخدتها من ايده من اجل محبته قلت له كترخيرك قال لي عارف انا بلمع التفاح ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي لأن البنى آدم بياكل عينه قبل ما بياكل ببقه تاني 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 البنى آدم بياكل بايه؟ بعينه قبل ما بياكل بايه؟ ببقه يعني ممكن تكون حضرتك مش جعانة قوي نص نص يعني لا شبعانة قوي ولا جعانة قوي لكن انت ممكن تستني ساعتين تلاتة بس تخش على صفرة لا او مترتبة صح اصدفان ويتقول اي يا يا او اي انسان يكون بيحاول يحمل رجيم عشان وزنه زايد شوية حاولي خس يخش كده يلاقي بقى عيد ميلاد هنا المشويات هنا اللي مش عارف محمرات هنا الترطات والجتوهات فتبصت لقيه ايه صعب جدا يمسك نفسه ليه صعب نفسه يمسك نفسه لان العين اشتهت وعشان كده بيقولك ارفع عينيك الى العلاء خلي عينك ع السمع على ربنا من فضلك لانك لو نزلت التحت هتشته هتشته زي مين واحد اسمه سليمان الحكيم سليمان الحكيم ده جماعة اتكلم وشاف ربنا مرتين مرة اول ما مسك الحكم ربنا كلمه وقال له عاوز ايه سليمان قال له يا رب انت اقام تاني على شعبك رمل البحر وانا وات صغير لا اعرف الخروج ولا الدخول فمن فضلك اسندني قال له هتديك حكمة وهتديك غنى انت ما طلبتوش اكتر من اي ملك قبلك وتاني مرة سليمان اتكلم مع ربنا كان في تتشين الهيكل وكان فيه اصحاح طويل قوي طلبه قال له يا رب تكون اسمك في البيت دوت واي حد يجي يطلب منك تقول له حاضر عشان يعرفه انك شعب انك انت اله لشعب بتحبه كلام ده كله وربنا جاوب عليه وقال له عناية هتكون هناك كل الايام وابتدى يجاوب سليمان بكل اللي طلبه منه يعني مفيش اكتر من كده واحد شاف مجد ربنا مرتين مرة ربنا بيقول له انت عاوز ايه وتاني مرة في تتشين الهيكل سليمان تكلم مع ربنا فما لفما لكن سليمان نزل عينه من على ربنا ولما نزل عينه مع ربنا كتب هتة آية في منتهى الخطورة ليه يا وليكم عارفين الان ده بتقول ايه وما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما اي حاجة اشتهتها تبقى عندي النهاردة ياه ياه انت ملك الحكمة انت الملك الغني الحقيقة لما عينك تنزم لعا ربنا لا تستطيع ان تقاوم ان تشتهي تصور وصل بي الدرجة ان يكون عنده ألف ست ما بين زوجة ما بين سرية ليه ليه ألف يا سليمان ها هكيد مش قادر امسك نفسي من الأكل مش قادر امسك نفسي من الشرب مش قادر امسك نفسي عن الستات اهو انا كده بقى للدرجة دي للدرجة دي عارفين بسبب شهوته عمل ايه يقول الكتاب المقدس وامالت نساء سليمان قلبه عمل ايه بخر للأوسان عشان يجملهم ويراضي الستات ما هو بتخانقوا ضرر بقى تصوروح لعنده ألف ضرر يعني يحكم ازاي يعني فواحدة تقوله لازم تجامل الاله بتاعي يقولها اجامله والتاني يقولها انا مش معنانا يقولها من عناية يبتد يبخر لكل الأوسان سببها ايه انه نزل عينه من ع السمى للأرض فوقع في الشهوة ولما وقع من شهوة الشهوة تجعل من الانسان بلا ارادة في منطهة ضعف ارفع عيونكم الى العلاء احنا قلنا لما العين تنزل اول حاجة تعملها ايه تغير وتحسد نمرة انت تعمل ايه تشتهي تقع في الشهوة العين لما تنزل من العلاء وتبص للأرض تقع في خطية تالتة اسمها تعظم المعيشة يعني ايه تعظم المعيشة يعني ايه تعظم المعيشة تعيش على مستوى عالي طب انا ربنا مدني خير يعني الناس بتقول لك يقول لك تعظم المعيشة تالت خطية العين تقع فيها لما تقع تعظم المعيشة يعني ايه تعظم المعيشة في مرة من المرات كنت في دير الانباب شوي وقابلت قب راهب ماسك الصيدلية احناك فبيقول لي يعني تعرفنا على بعض وهو عارف ان انا بخدم في مصر الجديدة والمفروض مصر الجديدة مع زمالك وجرد ستي من الاماكن الرقية شوية في القاهرة فبيقول لي انت عارف المشكلة عندكم يا ابونا في مصر الجديدة ايه قلت له لا مش عارف قل لي انت قال لي الناس عندكم ما بقاش عندها سقف في طلباتها الناس عندكم ما بقاش عندها ايه سقف فخطايا كل الناس الاغنية وفي كل المناطق الرقية خطية واحدة اسمها تعظم المعيشة وضيف عليها الغيرة بتاعت نبرة واحد يعني انا مثلا عندي بيت سيكس هندرد فيت سكوير مثلا ايه دا بقول ايه كلام يعني انا معارفش سيكس هندرد دا وتطلع صغير ولا كبير يعني طب ليه ما يكونش ناين هندرد طب ليه ما يكونش فيه حمام السباحة طب حد بينزل حقيقة لا ديكور هتكلف اربعين الف دولار وماله فيه ناس اساسا بنلملها عشان تدفع ايجار شقة دا تعظم معيشة دا لا ربنا مديني وانا بدفع العشور لا 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 يا رتكو تقروا كتاب الغني والعاظر اللي كتبوا القديس يحنى زهابي الفم وتشوفوا القصة شكلها مرعبة بس كلنا واقعين في تعظم المعيشة الساعة دي تمنها كام؟ خمسمائة جنيه وفيه ساعة في مصر اسمها معرفش ايه رولكس مثلا بقى خمسة واربعين الف جنيه مرة ولد عندي بيعترف فبيقول لي انه بقول له انتو بشغل ايه حبيبي قال لي بشتغل براند مانجر قلت له براند مانجر براند مانجر في ايه يعني الايه في الساعات قلت له ساعة ايه حاجة كده يعني تستاهل انه تبقى براند مانجر حاجة زي رولكس قال لي رولكس قلت له ايه انا عارف ان رولكس دي حاجة غالية يعني بيقول لي رولكس قال لي احنا الشركة بتاعتنا لو المجلة اللي بنعمل فيها الاعلانات بتاعتنا فيها اعلان لساعة اسمها الرولكس ما نعلنش لان دا يعمل ديبريشيشن لاسم الشركة بتاعتنا انا مش فاهم بقى ما فاهمش او قلت له ليه هي ساعة اليد وصلت لكامة عندكم يعني قال لي تبتدي من 250 الف جنيه قلت له في مصر في ناس بتشتري ب250 الف جنيه ساعة اليد ويبص للابس رولكس دا يبص له من فوق لتحت يعني اللابس ساعة كده انت رولكس وبعدين قلت له ازاي يا حبيبي 250 الف انتوا بتبيعوا بجد فبصي لي كده قال لي انا اساسا مرتبي الف جنيه وبالكميشن بوصل لعشر تلاف جنيه في الشهر قلت لي يعني فيه بيع قال لي انت مش فاهم ولا هي يا بونا ما انا مش مصدق انا مش مستوقب فيه ناس في مصر اشتري ساعة ب250 الف بصوا جماعة انا كاهن والكاهن محتاج كل ثانية في وقته ويحتاج من الوقت وقت يطلع وقت لو الساعة دي فعلا هتخليلي الدقيقة 70 ثانية سدقوني اشتريها ليه انا محتاج وقت لكن تتصور بقى ان الساعة ام 250 الف جنيه الدقيقة فيها 60 ثانية والساعة الصيني ام 35 جنيه الدقيقة فيها 60 ثانية تصوروك ده انا اكتشفتها بعد ابحاث لان فضلت اعمل بحث ما الفرق بين الساعة ام 40 جنيه والساعة ام 250 الف جنيه ولقيت ان الفرق حاجة واحدة بس خطيئة اسمها تعظم المعيشة وعلشان حضرتك هنحطلك فيها 6 فصوص الماص كمان عشان نزود 100 الف يلا 100 الف ورزق مش عارف مين على مين والناس بتشتري والناس ايه بصوا يا جماعة انا ما بتكلمش على حد ولا اي حد انا بتكلم كلام عام مش كده انا اضيفه ما عارفش حد فيكم بس انا بتكلم على العين لو نزلت من السماء للارض هتقع في الخطايا الاتية الخطايا الاولى اسمها خطاياة الايه الغيرة والحسد واخدنا الامثلة بتاعتها الخطايا التانية اسمها ايه الشهوة واخدنا الامثلة بتاعتها التالت خطايا هي ايه تعظم المعيشة ودي بقى يعني unlimited وغصبا عننا احنا واقعين فيها بمقدار يعني واقعين فيها بمقدار واقعين فيها بمقدار حاجات الحقيقة بقينا نتسرق فيها بس احنا كناس روحيين مش المفروض نتسرق فيها وانتنا في مصر بقى فيه مبلغات على فكرة فيه مبلغات بالزيادة قوي يعني كان زمان فاكر ان احنا بندوس على بلاط وبعدين البلاط ربنا نفغ في صورته بقى السيراميك وبعدين السيراميك لما تنفغ في صورته بقى بورسلان وبعدين بعد البورسلان بقى رخام والرخام يبتدي من 150-160 جنيه المتر لغاية 1000 جنيه المتر المتر مربع ب1000 جنيه يعني هل لما انا وقفت على متر ب1000 جنيه القدسة زادت قربت من السماء شبر الحقيقة لا بس دي مبلغات كلنا امام الله نحاسب عليها لو احنا واقعين فيها لان لما ربنا اداني وزنة بفلوس زيادة اداني الوزنة دي عشان افكر على اخويا اللي ما بيأكلش وما بيشربش كلنا كده بنقع في دي تعظم معيشة انا مش هجزب عليكم برضو بنتي ما انا عندي بنت وهي بقى بقوله جامعة وتاني جامعة بابا لازم الجزمة نايكي او لازم تكون مش عارف حاجة اسمها بوما كده ولا معارفش ايه كده اه وبعدين وبعدين يعني الجزمة ب700 جنيه اخرتها جزمة برضو بندس عليها وبدوس على الارض يعني يعني مش يعني 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 بس السخرية ان الجزمة دي بتمثل جزء من بريستيج الشخصية فاصبح الانسان يستمد مكانته من الجزمة يعني جزمتك ايه اقايمك ازاي احنا بنقول لها بدحك بس لما تحسبها بتليها كده احنا بقينا فاضين من جوة فبقينا نستمد قمتنا من اللي بنلبسه اشكر ربنا رحت السودان في خدمة النوبة خدت بنتي معايا قعدنا 8 ايام نخدم النوبة اللي هم الناس اللي مش لقين ياكلوا اللي هم بقى الجزم بتاعتهم مش قديدس الجزمة بتاعتهم عبارة عن لا يا ريت شب شب يا ريت شب شب ده ازازة ميا بيخيطوها ازازة الميا دي بتاعت اللتر بيخيطوها يطبقوها ويمشوا بيها شفنا المنظر ده انا كنت شفتها على الانترنت لكن لما رحت هناك شفتها بعناي الناس ماشي فبنتي اول مركبنا الطيارة احنا قعدنا اسبوع ما بننامش فدخلنا الطيارة بعد الاسبوع ده كلنا عندنا حاجات سودة هنا والناس اشكالها حصلها يعني كل واحد شكله غير التاني مش انا يعني كل واحد يبص لتاني معقولة دي بنتي يا ملا حصل لها كده من كتر الاجهاد والتعب اللي اتعبناها بس كانت خدمة رائعة 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 بنتي رحت جات كده في الطيارة بقى بقولها ايه رأيك في الرحلة دي قالتلي يا بابا عايز اقولك حاجة لو طلبت منك اي لبس سنيه بعد كده او لبس غالي من فضلك اقلع اللي في رجلك واضربني بيه لان انا مستهلش اعيش بعد اللي انا شفته لكن طول ما انا اقافل على نفسي وفي انانيتي وفي انعزالي عن الاخر تعظم المعيشة هيكلني خلي بالك خلي بالك لان الزحلاء في تعظم المعيشة في سفر عموس حتة آية توجع على تعظم المعيشة بيقول ويلن ويلن للنائمين والمدجعون على اسرة من عاج اسرة جمع سرير فواحد عشان يبين عظمته يعمل ايه يعمل سرير من عاج سرير من عاج دوت وهو في ارشالين يعني لازم يبعث قافلة لغاية السودان على القل الزمان كانت الافيال توصل للسودان علشان يقتله عشر خمستاشر فيل بالرماح علشان يجيب اللي بيسموهم ايه الناب 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 الفيل ديت علشان يعمل بيها سرير ويجي مع كل ملوك السامرة وكل ملوك اليهودية وكل ملوك اللي حواليه الامراء قلهم انا عندي سرير من عاج قتل ربنا بيقول له ويل ويل ياريت السرير العاج ده هيخلي الحلم حلو كان يبقى يستاهل لكن الناس كتير قوي اسررتها من العاج وكل حياتها كوابيس لانها نزلت عينيها من السمى للأرض والآية بتقول ايه في عشرية اربعين اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة ارفعوا عيونكم الى الايه الى العلاء يبقى لما هنزل عيني على الأرض هيبقى فيه ثلاث حاجات نمرة واحد غيرة وحسد اتنين شهوة ثلاثة اربعة واخر نقطة لو نزلت عيني من السمى على الأرض غصب عني هخاف غصب عني هخاف ما خلي بالكم الآية بتقول ايه رفعت عيني الى الجبال من حيث وقتي عوني طب لو انت نزلت عينك من فوق من السمى للأرض هتخاف هتقول لي تقصد ايه هقولك اسمع الآية دي فيه آية بتقولك ايه ونظر بني اسرائيل بعيونهم وإذ المصريون واصلون وراءهم لا آسف راحلون وراءهم ففزعوا يعني ايه ففزعوا هما حصلت حاجة معاهم قوي رفعوا عينيهم للسمى وصلوا لإله السموات وموسى حط العصاية على الأرض ايه اللي حصل اتشقت الأرض ومشوا في البحر مشوا تصوروا المية كده انسحبت حيطة والناس مشي على الأرض نزلوا عينيهم من ربنا اللي فتح لهم البحر ونسيوا ان ربنا فتح لهم البحر بصوا لقوا المصريين جايين يعني لما نزل عينيه وشافوا المصريين إيه اللي حصل له خاف ودي مشكلة الناس اللي في مصر دلوقتي كله خايف من بكرة على شغله على فلوسه أنا عمري عمري يعني أنا طول عمرنا يعني أباء اللي اعتراف عندنا بيدوا اعترافوا إرشاد بس جات لنا في الفترة الأخيرة أسئلة عمرنا ما كنا بنسأله وحد يخش يقول لي يا بونا أحوج للفلوس دولارات ولا أخليها ولا أشتري دهب يا ابن أنا مش رجل اقتصاد أنا رجل الله يعني أنا أقولك تصلي قد إيه وتصلي إزاي ولما تسرح تعمل إيه يعني تقرأ إيه في الكتاب المقدس وتقرأ إزاي ده شغلتي لكن دهب ولا استرليني دي مش بتاعتي بس الناس بقت بانيك بانيك ليه لأنهم نزلوا عنيهم من على السماء للأرض فخافوا من اللي في الأرض ربنا يعدي شعب بني إسرائيل وبعنيهم يشوفوا حرب مع ناس اسمهم عمليق وفي الحرب مع عمليق شافوا معجزة أن لما موسى كان بيصلي ويرفع إيديه قائد الجيش اللي اسمه يشوع ينتصر ولما كان يتعب وينزل إيديه كان ينهزم وبعدين شعب بني إسرائيل عشان يخش أرض كنعان موسى بعت اتناشر جسوس اتنين منهم كانوا بصين للسماء واحد اسمه يشوع ابن نون واحد اسمه كالب ابن يفن كالب ابن يفن ويشوع ابن نون وعشرة بصوا للأرض فلما رجعوا الجواسيس يدوا ريبورت على أرض المعاد وأرض كنعان يقول لك العشرة اللي نزلوا عنيهم من السماء يقول لك أذابوا قلب الشعب عارفين يعني أذابوا قلب الشعب يعني رعبوا الشعب قالهم دول ناس كبار ناس بتوحارب وإحنا ملناش في الحرب بس كان فيه اتنين اللي هم يشوع ابن نون وكالب ابن يفن كانوا بصين لربنا وبصين للسماء فقالوا لأ ربنا اللي عدانا البحر وغرق فرعون ربنا اللي خلانا ننتصر على العملي قادر أن يعطينا الأرض ودينا النصرة على أعداءنا ده الفرق بين الإنسان اللي يبص الفوق والإنسان اللي يبص التحت اللي يبص التحت هيخاف من بكرة ويقلع على القرش ويقلع على الصحة ويقلع على أولاده لكن اللي باصلت لفوق يقول له ما أنا سلمتك كل دولا دولا أولادك أنت والصحة بتاعتك واللي يحصل يحصل من طول ما أنا معاك مش فرق معايا ارفعوا عيونكم علشان ما نقعش في الايه واحد الغيرة اتنين الشهوة تلاتة اربعة عندنا لسه خمس دقائق خمس دقائق ألاقي بقق ميا ما دعش أي بقق ميا طيب عندي نقلبها بقى كان عندي سؤال لو قلبنا الدنيا يعني إيه لو قلبنا الدنيا طيب لو العين بقى فضلت مرفوعة لفوق إيه اللي هتشوفه إحنا قلنا لو بصينا لتحت هنشوف إيه تعظم معيشة وشهوات وغيرة وحسد والكلام ده كله طيب لو رفعنا عنينا الفوق هنشوف إيه العين لو اترفعت لفوق ترى قوة الله ويده الممدودة يعني إيه يعني إيه يعني إيه ترى قوة الله ويده الممدودة حكاية مشهورة قوي لملك من ملوك بني إسرائيل اسمه يهو شفات أيام يهو شفات حصل إن فيه ثلاث شعوب اتجمعوا عليه شعب اسمه المؤابيين وشعب اسمه بني عمون أو بني عمون أو العمونيين والشعب الثالث اسمه جبل سعير وقف يا هو شفاتي صل الربنا ورفع عينيه للسماء شوفوا قال للربنا إيه قال له يا رب نحن ليست فينا قوة خلص احنا ما عندناش قوة ولا حرب ولا نعرف نعمل حاجة ولا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا يعني هنرفع عنا للسماء بقى وانت أخر رجاء لينا ما هنعرفش نعمل حاجة لأن الحقيقة إحنا كشعب بني اسرائيل ممكن نحارب دولة زينا لكن ثلاث شعوب يقوموا علينا هنتفرتك هنتفرتك وهيكلوا عظمنا قبل لحمنا فيعني الحقنا ولكن نحو لحنا لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أهو دي ناس رفعت عينيها للسماء تعال نشوف إليه يحصل ينام يا هشفات ربنا بعطله كاهن يقول له يا هشفات قال له نعم قال له أنت مش رفعت عينك للسماء ودتني التوكيل الرسمي إن أنا اشتغل قال له آه إحنا دينا لك توكيل رسمي حد ممكن يفي لنا باب الكنيسة لو سمحته يعني علشان بس دوشة الأطوال بتشتتني فقال له انت ديتنا يعني عملتلي توكيل أنا هتصرف بقى فبعت له كاهن الكاهن ده قال له اسمع ربنا بيقولك تعمل القاتي قال له إيه قال له تجهز جيش بتاعك الجيش ده يتقدموا الكاهنة والشمامسة اللي هم الكاهنة واللويين ويجيبوا بدل ما يشيلوا السلاح يشيلوا البوق والمزمار والدف وترتلوا قال له يا رب صحة هي حفظة ربنا يعوضك يا أبي بالهنة والشفة جرب الشرابها كده وشوف اللي هيحصل المهم فالمهم نرجع للقصة بتاعتنا الخطة طبعا خطة إبادة عارفين أنا خطة إبادة يعني كأنه عاوز يتخلص من كل الكاهنة وكل الشمامسة دولة ناس ما شلتش حرب قالوا ما لكش دعوة الجيش يتقدموا رجال الكهنوت والشمامسة قالوا دولة هيموتوا في الصفوة ما لكش دعوة بقى ما لكش دعوة أنت تعمل كده جهزوا الجيش قاموا الصبح لقوا حاجة عجيبة جدا العمونيين وقعوا مع المؤبيين فضلوا يقتلوا في بعضه طول الليل ولما واحد انتصر على واحد والتاني ضعب جبل سعير قام عليهم كمل على الباقي وكل التلاتة موتوا بعض فقام يهو شفاط عشان الحرب بص لقى الجثة سيمين وجثة الشمال دي كانت نتيجة آية واحدة بيقول له ولكن نحوك أعين وعشان كده إحنا ما نخافش من حدث ولا نخاف بقى مين رئيس مصر ولا نخاف مين هيعمل إف إيه ولكن نحوك أعين عارفين لما نخاف ده معنى إيه إهانة لإسم الله القدوس كأنه لا يستطيع أن يحمي كنيسته أو يدافع عن شعبه طيب يبقى لما هرفع عيني أول حاجة هشوفها إيه قوة عمل الله ولكن نحوك أعين لو الإنسان رفع عينيه لفوق يرى شيئا آخر يرى إكليلا ينتظره يرى إكليلا ينتظره الحقيقة الكلام ده احنا مش جيبين عندنا الكلام ده موجود في سفر الرؤية يعني فعلا الإنسان لو أكمل جهاده على الأرض بسلام هيطلع فوق يلبس إيه إكليل ولازم يكون عندنا رجاء إن إحنا براجاءنا في إسم الله هنوصل وهناخد الإكليل بتاعنا والناس اللي عنيها في السماء وشايفة السماء من غير ما تحس وهي بتتكلم تنقلك الثقة والرجاء ده إنك شد حيلك وهيكون لك إكليل في السماء في مرة من المرات أبونا تدرس يعقوب وأبونا بشوي كامل أيام أحداث الجماعات الإسلامية في الإسكندرية اتهزوا شوي كانوا متضايقين كان في بنات بتتاخد وبنات بتتخطف وأولاد مسيحيين في المساكن البتاعة الجامعة يخشوا عليهم التانين يخبطوا فيهم يبهدلوهم فاضطربت نفوسهم جدا وحسوا إن إحنا بنخسر كتير وولادنا بتضيع كتير وكانت حرب الشيطان عليهم شديد إن هم تهزوا لحظة مين كان أب اعترافهم أبونا مخايل إبراهيم فنزلوا بالقطر راحل أبونا مخايل إبراهيم فاسمحهم الراجل بس ده راجل كانت عينه على إيه على فوق على طول ما بيعرفش نزلها ده يعني سفير من السمكة فبعد ما اسمحهم قال لهم ما تخافوش أباء ما تخافوش السماء واسعة وربنا هيملاها هيملاها وهتتملي ارجعوا شجعوا ولادكم ارجعوا شجعوا ولادكم علشان اللي هيصمد لإكليل وعشان كده المسيح يشجعنا على الجهاد الروحي ويلونا كده إصهر وصلي وتوب لألا يأخذ أحد منك إكليلك فالإكليل يستاهل وطول ملمحا بتشتد على الأرض والتخبيط بيشد بص للسماء يتجدد رجائك في الإكليل أحكي لكم حكاية بسرعة على حكاية الإكليل دي كان فيه واحد سبقنا في السنوي بسنتين عندنا في الكنيسة وكان متفوق قوي هذا الإنسان يعني جاب مجموعة فوق التسعين في وقت كانت كلية الطب بتدخل بخمسة وتمانين يعني كان كلية الطب بخمسة وتمانين ستة وتمانين طب أسنان أربعة وتمانين وانتوا ماشيين كده أهمى المجامعي كان لها إيمة المجامعي دلوقتي بتعمز الجنيل مصري بعشرة سنت ممي يعني فكانت مجميعي عليها إيمة فبعدين إحنا رحنا بنتكلم معه بندردش معه بنقوله أنت كنت بتذكر قد قال لا أنا مش أقول لكم بقى زي اللي بتلعبوا في التلفزيون كنت بذكر أربع ساعات في اليوم وفي آخر سنة ست ساعات أنا كنت مبتدي أول الدراسة بثمان ساعات ووصلت لأربعتاشر ساعة مذاكرة قبل الامتحانات ما كانش أيامنا بقى فيه دروس زي الدروس بتاعة السنوية عامة دلوقتي لو حد بس أنا أنا لو سمحته الأطفال بتعمل لي مبقدرش مبقدرش أركز فكل أم عندها طفل يتتولى جنبها يا إما تستنانا برة وتسمع الصوت من برة سمحوني بس أنا ده العيب فيي أنا أنا مبقدرش أركز مع صوت الأطفال لا لا المهم نرجع تاني لإيه للسنوية العامة فبقوله أنت كنت بتعمل إيه قال أنا هقول لك حاجة هو كان ساعتها فيه عربية اسمها نصر 125 العربية دي كانت نازلة جديدة ده قبل ال 127 حاجة ما عربش يعني عربية فيت يعني كان الحاجز بيها لون بابا قال لي بابا قال لي لو دخلت كلية الطب من أول يوم هتخش الكلية هتخش الكلية هتخش الكلية بعربية وكانت عربية بقى ساعتها غالية أوي بـ 4500 جنيه يعني ف TV فهيلت له ها قال روح تقصيت الصورة بتاعة العربية وحطتها تحت إزاز الصفرة لأنه كان بيذاكر فين في قط الصفرة ويفضل يذاكر فيتعب يتعب قوم المذاكرة وكل صاحبه بيلعبه وهم ما بيلعبش وبعدين يبقى فيه حتة كوميدي في التلفزيون يقول له تعالى ده فؤاد المهندس بيدحك أو هو إيفر يعني يبقى هيقوم يبقى مش طيق نفسه من كتر الزهق وبعدين يجي يقوم يروح رافع مفرش الصفرة ويبص العربية ويتأمل فيها ويتخيل شكله كده وهو بيسقها وبعدين يبصي الله كده ويقول له معقولة تروحي مني مش ممكن أععد ويععد ويذاكر فأجل من أجل اكنية اكليل يفنى الناس بتتقاتل عشان مديليا دهبية في الأولمبيات ومديليا فضية ومديليا قتال كل واحد من اللي انتو بتشوفوه في الأولمبيات حالية اتضرب قد ايه عشان يوصل للليفل ده والأداء ده والمستوى ده اتضرب سنين سنين بمجهود كان بيوصل انه يتضربه عشرة واثناشر ساعة في اليوم كل يوم عشان مديليا دهب طب الاكليل اللي المسيح جهزهولي وبإيده هيلبسهولي يستاهل مني ايه يستاهل اللي قاله بولس الرسول من أجلك نمات كل النهار يبقى اللي يرفع عينه للسماء هيشوف ايه الاكليل ويشوف ايه قابليها قوة الله واللي هيحط عينه على الارض هيحصل له ايه وينزل عن السماء هيقع في الغيرة ويقع في الشهوة ويقع تعظم المعيشة ويقع في الخوف والفزع خلي عندك فوق كلموه وفتفضوا معاه كان عندي ولد من ولادي في كندا لسه حكي النال الحكاية دي لحد مبارح ولا النهار ده مش فاكر كله دخل في بعض الولد ده كان مهندس ووصل بيه انه هو كان مش لاقي ياكل فكان بيلم التلج بأديه من على البيوت عشان ياخد من كل بيت خمسة دولار مثلا عشر دولار فياخد حي كده يعمل لهم عقد لمدة شهر في الشتاء والفلوس بتتصرف يعني كل اللي بيجيبه قليل مقارنة باللي تصرف يعني بيلمله مثلا سي مثلا في اليوم سبعين دولار تبقى المطلوب منه مصاريف بسكن مش عارف مين تمانين دولار فوصل لدرجة انه كان واخد معا 12 الف دولار من مصر خلصه وبيشيل التلج ولصحيح لابس جوانتي بس مع الوقت الجوانتي بقى يوصل للساعة فكانت ايديه بتتشقق ويحس انها نار يعني سخونة تلسعه بيسمها لسعة التلج دي ففي مرة من المرات وقف قدام ربنا هو كان بيصلي كل يوم بيصلي عادي يعني يعني يا رب بقى يا رب بقى اتحنن يا رب بقى اعمل حاجة يوميها صعبت عليه نفسه خالص لاني ده كان اخر يوم وقف كده فيه ماهوش ولا مليم قال له اسمع يا رب بيعيط راجل بقى ومهندسه بيعيط مش راجل قوي يعني 28 سنة 29 سنة صغنطت يعني بيعيط كده وقال له اسمع يا رب اسمع يا رب انت قلت عمرك ما بترد عين فيها دموع انا بكلمك والدموع نازلة بتكوي في عز الساعة خدودي ان لو انت محلتش المشكلة دي بكرة انا راجع مصر وانت عارف لو رجعت مصر بعد بعت كل حاجة وصرفت كل حاجة مش هبقى ولا حاجة طب استنى علي لغاية لما اخد الجنسية ورجعني لكن اللي تكون مشيئتك راجع الساعة هو كان يشتغل من الساعة على فكرة تلاتة صباحا لغاية تسعة الصبح بس عشان ينظف قدام العربيات يعني عدي شغلته فرجع الساعة تسعة الصبح لقى هو ساكن في قوضة شركة وفيها كده ممر فلقى جواب بيفتح الجواب لقى اكبر شركة اتصالات في كندا بتتصل بيه وبتقوله الابليكيشن اللي انت بعدته من 8 شهر 8 شهر والانتروفو اللي عملناه لك من 6 شهر ابلناك تعالى استلم الشغل من بكرة بمرتب ستارتنج سالري ما يوازي 4800 دولار في الشهر انا اثق ان الله لا يخذ الانسان اتمسك فيه بايده واثنانه ورفع عني للسماء طولت عليكم وإلى هنا أعنانا الرب والساعة تمانية بالزبط هي بالزبط 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 اسئلة على فكرة اساسا انا ما كنتش عارف ان فيه وعظة هنا في الكنيسة دي الى النهاردة الصبح في المؤتمر ما كنتش عارف خالص وكمان اسئلة لا ده بقى تو ماتش هل من الممكن تعطينا تدريب عملي على التخلص من خطية تعظم المعيشة التي تحوطنا في هذه البلاد من كل نحية كيف نقتني الشبع الدخل لا ده سؤال تاني بص يا بنتي حكاية تعظم المعيشة دي عوزة تدريب معينة ربنا يديكم اللي انتو عوزينه على الاقل مش هقولك اشتري حاجات رخيصة وما تشتريش حاجات غالية اذا كنت انت متعود على الوسط ده اشتري يا ست الحاجات الغالية بس انا اقولك حاجة تانية ممكن ما تشتريش الا اللي انت محتاجه ده اول تدريب لان احنا اوقات كتيرة قوي بنشتري استخصار كل الناس اللي في امريكا بيتضحك عليها من الأفرز اللي موجودة في المورز والهدوم الانسان بيتحكوا عليكم بيديلك أفرز لما انت تلاقي ان فيه تايير نازل من ربعمائة دولار لستة وتمانين دولار هتفوتيه ازاي ده انا حتى اخده وابعته لمصر لأي حد بس ده ما يتفوتش لا يتفوت وابعت ستة وتمانين دولار دولار للصمال او للنوبة او لناس مش لقية تاكل بتحفر الارض بدوافرها عشان تلاقي جدر نبات تعصره بقها وتطلع منه بق مياه يبقى اول تدريب في تعظم المعيشة مش هقولك اشتري رخيص مش هتقدر انت متعود على انك تشتري حاجات يعني ستة دولار وفيه اميس بخمسمائة دولار انت متعود تشربه تلتمية مش هقرب لك من دي دلوقتي مش هتقدر لحتى قلتلك هشتري بستة دولار مش هتعملها لكن على الاقل اذا كان عندك اتناشر تلاتاشر اميس ليه تجيب الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر في سيل لا ربنا يحاسبك على ده ولو الكاهن محذرش شعبه من كده يبقى الكاهن مقصر امام الله قديس يوحن زهبي الفم كان يجيب الشعب بتاعه كل يوم حد يغسلوا يغسلوا في تعظم المعيشة وضربات الاغنياء تعظم المعيشة وضربات الاغنياء فواحد طق منه طق من القديس زهبي الفم قال له انت ما عندكش حاجة غير تخبيط في الاغنية قال له انت بطلت طول ما انت مش مبطلة شغلية ان انا خفضة لخفض يعني زي ام ابنها ما بيذاكرش هتفضل تقوله كل يوم زاكر طب هم زاكرش هقولك زاكر ابونا انا بطلب انا بطلب من زوجي النظام والنظافة وهو بيحسسني ان الطلب ده تعظم معيشة اللي هو النظام والنظافة فانا من الرياكشن اولا كترخيرك لانك ضيعت تعبت ثلاث يام اللي فاته يعني انت دحكت من قلبي فعلا فانا بتنرفز من الرياكشن ده وبتعصب وحسة ان هاخسر السماء بسبب الغضب والنرفزة اعمل ايه اشوف الدنيا مقلوبة وملخبطة وايه واحط عيني الفوق على ربنا يعني اه طيب مش مشكلة يعني دولا لسه ما تقرش هو اقوليله ابونا دور على العلاقة بين تعظم المعيشة والنظافة ملاقاش فلو انت في عرف تلاقي له شاهد يثبت ان النظافة تعظم معيشة اقول له يبقى انت كسبت فابونا سواب على الال لما اتسئل السؤال ده محدش حرجنا بقى عارف اجابته يعني فانا الحقيقة مش لاقي اي علاقة بين النظافة وتعظم المعيشة بس انت ما تتغسيش انت نظافي وروقي وعمل اللي عليكي واسيبك اي يعني مش اخطيط يعني 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 ما تتشككيش ان النظافة تعظم معيشة النظافة حاجة وتعظم معيشة حاجة تانية هو سؤالا المترد ده اقرأه بس انا هقرأه ما رأي قدسك في تعظم المعيشة في الكنيسة نفسها الفلوس اللي بتتصرف على تأسيس الكنيس وتجهزها باحسن الخامات والنجف الاخ بص يا حبيبي لما سليمان الحكيم بنى هيكل الله وعملوا من جوه بدهب وفضة وانحاس ربنا فرح بالعمل وسليمان ولا وبخ سليمان فرح الحقيقة فرح فرح ابونا بيتكلم بقى ولا انتوا تجي يجاو بالسؤال مكاني ما عندناش نظام ده ابونا بتكلم يبقى كله يسمع بص في واحد ربنا تقل قلبه يعني ايه تقل قلبه يعني وجه قلبه ان يطلع الفلوس دي للكنيسة هو حر وفي واحد تاني يقول لا بلا ديكورات بلا فشخرة انا فلوس لاخوة الرب واحد تاني يقولك اخوة الرب اللي في مصر دولة دولة ناس ما بتشتغلش وبتاكل عالجاهز وبتمد ايديها للكنيس وعلموهم الكسل انا هدي فلوسي للأديورة واحد يقولك أديورة ده في أديورة النهاردة بتصدر البط وبتصدر السمك وبتعمل ايه ندي أديورة مين مش هنخلص بقى فكل واحد يخليه في نفسه ويسيب اللي عاوز زد الربنا ويمجد بيت ربنا ان شاء الله بقى يكون من الدهب يا اخي هو حر هو طلع من جيبك انت فلوسك انت مش عاجبك النظام ده طلحها للفقرة طلحها لاخوة رب طلحها الملاجئ وواحد عاوز يكرم ربنا في بيته هو حر طبما هم معظم الاواني بتاعة المسبح من الفضة والطق من النهاردة اللي بيبقى تقيل وكبير على كنيسة كبيرة بيبقى مش قليل من 15 الف جنيه طبما نقول طبما نعملها ستنلس ب17 جنيه الصينية و15 قرش لأ كل واحد اللي طلع منه كده احنا عندنا لما واحد بيجي يقول يا ابونا دوت ندر يعني فيه واحدة ست مدياني ندر لتلات نجفات على كنيسة اسم قديسة هي حلمت بيها القديسة دي لا توجد كنيسة في العالم على اسمها انا مش عارف اعمل ايه مش عارف اعمل ايه نعم ابنلها كنيسة على رأيك عارفت زراره البدلة وقال لك واحد لقى زراره فصره البدلة اوكي لكن شوفي شوفي هو ربنا حط في قلبها حاجة فضلت ادور 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 لغاية لما لقيت مسبح في كنيسة في الصعيد ما قاعد اسأل ادعى اسأل المهم يعني اصدقني ما فاكر اسم القديسة ايه ما حاجة كانت مش مش معروفة يعني لقناها بقى المهم لقناها وبعتنا ربنا كان عاوزت ثلاث نجفات دولا يروحوا هناك وطلعت ان الكنيسة فعلا معدمة جدا وعمره ما كانت هتجيب نجفة ربنا يوجه للقلوب انا بخاف من حاجة ان انا احمل فكر ادانة وانا عشان ما قدنش اللي في جيبك انت وقشورك انت ودخلك انت وجهه زي ما ربنا وجهك بس انت ملكش دعوة بالناس التانية بتعمل ايه اذا كان الله يحبنا كل هذا الحب البذل ابن الوحيد اللي كان لا يهلك احد فكيف قاللون هما الذين يخلصون لا هما كثيرون يدعون يعني ايه يعني ربنا كان عاوز يهوز يخلص ولا مش عاوز يخلص عاوزه يخلص بدليل انه دعاه وخلاه من الاثناشر ولا لأ لكن يهوز نفسه بالرغم ان الدعوة كانت متاحة هو اللي ساب المسيح يبقى مش غلط المسيح لان المسيح يريد ان الجميع يقرم قول معايا كده قال ايه الجميع يخلصون يبقى هو اردته من محبته البشر عاوز كل الناس تخش زي بالزبط انا قب جبت الابني اعلى مدرسة وليكن دخلته جزويت وجبت له اغلى مدرسين فرنسوي وانجليزي ودخلته اغلى مدرسة وليكن واحسن مدرسين واحسن دروس والواد ما بيذكرش وكل يوم ينط من صور المدرسة ويزوغ يبقى من الزنبي انا فارادة الله الصالحة ان الجميع يخلص لكن قالولين ليه بقى اللي هينتخبوا من الكاثرين اللي يدعون لان ربنا بعلمه السابق عارف ان يهوزة هيبيع وبطرس هيزبط عارف ان سيمون الساحر او عارف مثلا ان الدماس التلميس بتاعبولس هيسيبه وعارف ان تيميساوس هيموت على اسم المسيح ده علمي سابق دون تدخل من الله في ارادة الانسان فضل اوكي اخر سؤال انت دنيا حررت ولا حاجة هو يظهر لما اتكلمت على تعظم من معيش ابونا فصل التكيف ديلو بقى ديلو خليك قد قولك يا ابونا بولس بقى لا تكيف ولا دي عور طب ورقة هوي انا موافق مش عاوز تكيف اوكي ابونا انا حاسة ان حياتي كلها سعيدة ربنا يزيدك يا بنتي مش حاسة في صليب في حياتي زي الناس اللي حوالي وحقيقة انا بشكر ربنا على كل حال دايما وحاسة انه بيعطيني اكتر مما افتكر او اطلب وانا بحس انه غير مستحقة لان طبعا بخطي زي بقية البشر ورغم ذلك ربنا معزيني بخيرات فهل ممكن يكون في صليب جاي وانا متزوجة وعندي اولادي وانحن بشعر اني مقدرش احتمل صليب بصوا محدش يفكر كده محدش يفكر كده الصليب ييجي ازاي وامتى وهيكون شكله ايه وفي ايه محدش عارف احنا ما نفكر كده لان ده بداخلنا في كآبة وسجس وتوجس من بكرة ومن خوف وهيطره يحصل ليه وهيطره يحصل ليه وهيطره يحصل ليه لا لا انتي اشكري ربنا على اللي انتي فيه انا اضعف يا رب من انا احمل صليب وان سمحت يا رب فمن فضلك تعال وشيله معي عشان انا مش هقدر اشيله لو سمحت بس انا بقولك اهو لا تدخلني في تجربة ده انا عيلا عيلا يعني انا عيلا اهو بقولك اهو هفرفر هفرفر فانا بقولك الحقن ما تدخليش في تجربة بس سيقي ان المسيح لما بيلاقي نفسي بتحبه ونفسي شكري قوي حتى لو ربنا سمح بحتة قلم أو حتة تجربة قبل ما بيسمح بيكون اهل الانسان كويس قوي انه يقدر يشيله وربنا لا يدعكم تجربون فوق ومع التجربة يعطيه مش كده برضو ما تخافوش بس خلي عنيكو على السماء عشان مننساش الاية اللي وعزنا عنها النهاردة في اشعية اربعين بتقول ارفعوا عيونكم الى لالهنا كل مجد وكرامة الان وإلى الابد امين